السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 24 عيار مايو وبما أنه توقعتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 3 و35 دقيقة عصر يوم الغد السبت بتوقيت جرينيش طبعا القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 و14 دقيقة من عصر اليوم الجمعة بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر الآن بما أنه موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا أكثر بإفضل تفاولنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكننا اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ستة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا أن نبذ الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض الشجاع اللازم لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة طبعا تأثير هاي الزاوية بيبدأ من ساعات الظهر وبيستمر لساعات ما بعد منتصف الليل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وستة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش فهاي الزاوية بتخلي بعض الفرص إنها تظهر على الساحة فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة طبعا هاي الزاوية برضو تأثيراتها من ساعات الظهر وحتى ما بعد منتصف الليل بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها نهائيا إلا إذا كانت إطرارية طبعا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري وعضلات الورك ومفصل الورك والفقرات القطنية والعضلات القطنية طبعا إذا في مجال تأجيل العملية بيكون أفضل ولكن إذا ما في مجال يعني وإطراري تنعمل باقي أعضاء الجسم طبعا ما بنصح بإجراء العمليات الجراحية لأنه القمر زي ما حكينا ما زال بمراحل الاكتمال فعشان هيك لا تصلح حي الفترة للعمليات الجراحية أيضا هذا اليوم يعني مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة ما بنصح فيها لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر بالطرق التقليدية ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ والحنة ولكنه أيضا لا يصلح للقص العلاجي أيضا هذا اليوم يصلح للحجامة للأشخاص اللي بيرغبوا بالحجامة فهذا من الأيام المناسبة بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس خلو المسار القادم زي ما حكينا رح يكون يوم الغد السب بيبدأ الساعة 226 دقيقة عصرا بتوقيت جرانيتش وبيستمر لغاية الساعة 33.35 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمر 16 يوم في تمام الساعة 5.9 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش بنبدأ باليوم السبع نسبة الإضاءة 98% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 20.6 سعيد بنسبة 45% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 100% وبيكمل طول اليوم على نفس النسبة القمر في القوس حتى يوم 25.5 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الفجر سعيد بنسبة 15% وبيكمل طيلة اليوم على نفس النسبة عطارد في الثور حتى يوم 3.6 سعيد الآن بنسبة 15% ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 17.6 سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 9.6 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور لآخر يوم يعني يوم السبت إن شاء الله بينتقل لبرج الجوزاء طبعا الحلقة أعتقد أنها صارت موجودة على القناة طبعا هو منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 بنسبة 30% وأورا نصف الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجع حتى يوم 2.9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة تتلقى إشارة أو خبر يعني بيكون مفاجئ بالنسبة لإلك أو بتكون بتنتظره بتكون الفترة نشطة جدا ودينماكية وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة أو عملي جديد أو فكرة جديدة الأجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي والمالي برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع وحاولوا أنكم تغمروا مغامرات مالية حسن أداءك وفاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات وحاول إيجاد حل وسط حاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل واجباتك طبعا الأجواء داعملة إليك ماليا ولكن ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي تشغلك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر الآن مقابلك تماما يعني بكون مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج وجيدة للمصالحات أو اتفاق على شيء ما بين الأزواج اتجنبوا الغضب والإنفعال وما تخلي أي شخص أو ما تدع أي شخص يستفزك احمي سمعتك وحاول إنك ما تشويها بسبب عصبيتك واندفاعك عليك خوض الامتحان قبل الحصول على الجائزة فعشان هيك دك تتحامل على نفسك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وتكونوا واضحين في أولوياتكم وما تدع أحد يثير انفعالك أو غضبك ننظم موقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحترم الموعيد وانتبه من بعض سوء التفاهم الممكن أن يصير ما بينك وما بين أحد زملائك بالعمل بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم من الأيام المميزة بالنسبة لإلك القمر موجود في البيت الخامس فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبترتفع المعنويات أهم شي إنك تكون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم وبتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة وممكن اليوم تسمع خبر مفرح أو ممكن اترفه عن نفسك بهواية ما برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم وما بين أفراد العائلة بتكثر الضغوط والمتاعب في بعض الأوقات ممكن تكون بعض الأعطال أو الالتزامات العائلية أو أشياء تتعلق بالبيت أي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي فعشان هيك بدك تحاذر من الخلافات والمشاعر السلبية لأنه ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك بعض الإرباك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان أو مقابلة تقدر تعزز العلاقة مع أخ أو جار وبناسبك تكثيف التحركات وبإمكانك أنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة أمي وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة فترة إيجابية فحاول أنك تستغلها برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيفتح لك مجال لفرصة أو فرصة مكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بدك تكونوا حاذرين في النفقات وحاولوا أنكم مادة ينحد فلوس وما تكفلوا حد امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد أولويات وميزانية مالية وممكن تتلقى هادية أو تقدم على استثمار صحيح أنه في بعض المصاريف المنزلية الطارية إلا أنه الأمور تقريبا مستقرة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم شيء تبادروا لخطوة جديدة الداعي من مكانتكم الإجتماعية بالطالع اليوم خبر وممكن يكون بمثابة إشارة لا انطلاق جديدة فترة ناشطة وحماسية بفضل وجود القمر في برجك فهذا بعطيك طاقة جديدة إلى الفترة القادمة وممكن اليوم تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما على الصعيد العاطفي طاقتك ممتازة جدا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتك وعدم المبالغة في إنجاز ما لديك من عمل متراكم استريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة لأنه اليوم ما في داعي لمسؤوليات كبيرة وصعبة لأنه الجو ما بناسب هاي الأمور فحاول أنك تخفف من وطيرة عملك اعمل بشكل روتيني ولا تحسم أمر وما تنجرف وراء أفكار سودة وهواجس وشكوك وبعض التحليلات اللي ما إلها داعي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق أو أحد المعارف أو بسبب علاقة اجتماعية ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم إشي أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة لأنه أنت اليوم بحاجة للنصيحة بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم إشي برضو أنك ما تهم الواجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة واليوم بتغار على مصالحك ويعتبر هذا اليوم يعني يا بيكون من أسوأ أو من أنجح أيام الشهر على حسب تصرفاتك وعلى حسب كيف تستغل هذا اليوم تأثيرات القمر طبعا ثقيلة على الأعصاب هذا بيت السمعة فأميش إنك ما تتذمر على مسمع من أحد وحاول إنك ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك وإلتزم بعمالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء